والآن لنميز حرف الغين عن غيره من الحروف من خلال كلمات وصور تمارين الكتاب قبل ذلك لنقرأ الحروف التي توجد في أسفل الصفحة وهذا هو ضيفنا الجديد من الحروف غزال نقرأها قراءة سريعة غزال أحسنتم رائعين أين هي وجد حرف الغ يجب كلمة غزال أحسنتم في أول الكلمة غ صغير صغير أحسنتم أين هي وجد حرف الغ يجب كلمة صغير أحسنتم في وسط الكلمة نقرأ قراءة سريعة صغير فارغ فارغ أين هي وجد حرف الغ أحسنتم رائعين في آخر الكلمة أين هي وجد حرف الغ أحسنتم في آخر الكلمة بحكينا هون أرسم دائرة حول حرف الغ أغ منفصل في آخر الكلمة أغ متصل في أول الكلمة أغ متصل في وصل الكلمة أغ متصل في آخر الكلمة غرائب غراب يوجد حرف الغ في أول الكلمة صغير صغير يوجد في وصل الكلمة يوجد في آخر الكلمة يوجد في آخر الكلمة أحسنتم هنا في أول كلمة متصل في وسط الكلمة متصل في آخر كلمة منفصل في آخر كلمة متصل أدون الصور التي في اسمها صوت حرف الغين ماذا هو صوت حرف الغين؟ أحسنتم هنا الطائر اسمه غراب غراب أحسنتم يوجد حرف الغ في أول الكلمة بلونه باللون الأسود لأنه لون الغراب أسود غ ماذا تشاهد في هذه الصورة؟ أحسنتم غسالة 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 أحسنتم عندنا يوجد حرف الغ أحسنتم بأول الكلمة أحسنتم رائعين هذه الأداء تغسل لنا الثياب وتخرجها نظيفة فيل فيل يا كيجي فيل هل يوجد فيه حرف الغ؟ أحسنتم لا يوجد فيه حرف الغ نضع عليه X عندنا هنا مدود حرف الغ مادة طويل إغ أغ 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 غ غ concert يه غ أغ يغ يغوص بر ر بر ر هون غا يوجد مقطع طويل غا هون مقطع طويل غو هنا مقطع طويل غي غاز يغوص برغي هذه القراءة سريعة للكلمات هون بحكي لنا اقرأ وارسم دائرة حول مقطع الطويل غا غا احسنتم نضع له دائرة غو ما منضع له دائرة لانه بدون بس مقطع غا غي منضعش عليه دائرة لانه بدون مقطع غا هنا مص طريقة كتابة حرف الإغ هنا بآخر الكلمة منفصل هنا دائرة صغيرة ثم دائرة كبيرة ننزل بها تحت السطر ننضع فوق رأسه نقطع أحسنتم هنا في أول كلمة دائرة صغيرة ننزل بها للسطر نمشي خط أفقي نضع فوق رأسه نقطع أحسنتم رائعين هنا اغ متصل خط أفقي نطلع خط مائل خط أفقي خط مائل ننزل نصف دائرة تحت السطر فوق رأسه نقطع نضلل هذه هذا المثلث أحسنتم رائعين نمشي خط أفقي خط مائل خط أفقي خط مائل نمشي مس خط أفقي نضع فوق رأس النقطع ننضلل هذا المثلث أحسنتم هيا لنقرأ هذه الكلمة معا لو بينا نحلل كلمة غراب يكيدش كم غرفة أفتح أحسنتم غ مقطع لوحدها ر مقطع لوحدها وإب مقطع لوحدها كيجي وأينا المقطع القصير لحرف الإغ في هذه الكلمة أحسنتم غ أحسنتم غ زا الغزال أحسنتم هل تحتوي هذا على مقطع طويل لحرف الإغ أم مقطع قصير على مقطع قصير أحسنتم لهي اللي هو غ أحسنتم غ اللي لو بدي أحللها غ بمقطع قصير لوحده بغرفة زا مقطع طويل بغرفة والإل مقطع لوحده بغرفة هيا لنهجم مع بعض بعض الكلمات والجمل هذه الجملة سا ف ر سافرة غازي غازي سافرة غازي ر اس هون مقطع ساكن رس رس وإغ رس هل أحسنتم هنا جاء حرف الإغ في آخر الكلمة متصل فاري إغ فارغ هنا جاء حرف الإغ بآخر الكلمة منفصل فارغ هنا لدينا كلمة متحركة بحركة الفتحة بحركة الفتحة كلمة ثلاثية بحركة الفتحة عندما أحللها أضع كل حرف في غرفة لأنه متحرك بحركة الفتحة مقطع قصير بَلَغَ بَلَغَ إِثْ رَغِيْفْ مُغْ مُغْ هنا يكيجي مقطع ساكن مُغْ لَا إِقْ مُغْ لَقْ بَرْ بَرْ هون مقطع ساكن أيضاً بَرْ هون مقطع مطويل غو هنا مقطع قصير إِثْ بَرْ بَرْ غو إِثْ بَرْغُوثْ غَا مقطع طويل ما الطويل غَا إِثْ غَازْ أحسنتم غَا لِي إِبْ غَانِبْ أحسنتم وهكذا تنتهي حصتنا لحرف الغين كان ضيفنا الجديد من الحروف ماذا يا كيجي أحسنتم يا ميس اسمه غين وصوته إغ 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 أحسنتم رائعين بشكركم لحسن استماعكم وبتمنى منكم أنكم بتبعتولي فيديوهات بالكلمات القراءة والجمل بيعطيكم ألف عفيمس وشكرا لأمهاتكم الرائعات